أسألك كمان المنتجات النهاردة إحنا عندنا كم منتج؟ إحنا عندنا فوق الميتين منتج أنا بقول لي فوق الميتين منتج يعني أنت جففتي كل حاجة اخضروفك كل حاجة بتنمو في مصر إحنا بنجففها طب كل منتج من دول ليه تكنيك معين في التكفيف صح؟ ألا تعلمتي إزاي؟ لا في الكورس علمونا الحاجات الأساسية في التكفيف يعني حتجفف الموالح مثلا نفس الشغل في الموالح لو حتجفف الفراولة يعني أنواع الفراولة المختلفة كلها حسب المنطقة اللي انت فيها برضو وانت بتتعلم وانت ماشي انت بتغفل الأساس وبتطبق عندك فيها يعني احنا بنجفف البطيخ مين بتجفف البطيخ في أي حدة؟ البطيخ؟ البطيخ البطيخ الميا؟ البطيخ الميا اللي هو 95% منه ميا عارف حضرتك لما بتجفف الألياف اللي بتفضل اللي هي الألياف اللي لونها أحمر دي غنية جدا بلايكوبين وطعمها زي عارف الجيلي كولا شبه الجيلي كولا كده بتمضغ يعني وتدي نفس طعم البطيخ معنا وإحنا بنكله؟ بطيخ ميا في الميا ده من المنتجات اللي عندنا المحبوبة جدا بس عشان الموسم بتاعه مش طويل ما بنقدرش نجفف منه كتير طب أشهر منتجاتك إيه؟ أشهر منتجاتك اللي الناس كلها بتحبها المنجا مطلوبة جدا الفراولة مطلوبة جدا التماطم مطلوبة جدا جدا تدينا كمان دلوقتي احنا عملنا بديل للمكعبات من كم سنة اللي هي خلطة خضار دي ممكن تعمل منها المرأة على طول أو ممكن تزودها في الروز يبقى عندك روز بالخضار تزودها في الباستة يبقى عندك باستة بالخضار يعني تزودها مع البيض أخو منا شو أنت هي مثلا هشة كده؟ نعم وهي جفة بتربيها في مية الروز بتربيها في مية الصلصة بتربيها في البيض المخفوق وإنت بتعمله أملات مثلا وكمان إحنا بنحنطها عجبنا البيضة عايز أقولك على حاجة جديدة بنعملها مع المشاكل الاقتصادية اللي حصلة في البلد اليومين دول صعب أنك تستورد أكل القطط والكلاب فحفيدي برضو هاشم ده عنده كلب وكل مرة يقولي أنت عارفة كيس الأكل بتاعه بقى بكذا بكذا قلت له طب أقولك على حاجة ما أنا ما أطبخ له للأكل بتاعه بدل ما أطبخه ما أدينه الأكل المجفف خدوه عندكو وعملوا أنتوا منه الأكل على طول تديني نعمل أكل للكلاب ترجمة نانسي قنقر